طيب احنا داخلين على مرحلة اسمها مرحلة انقاذ ما يمكن انقاذه ليه؟ لانه الحقيقة عامل الوقت مش موجود واي حد هيتولى المسئولية عشان يستكمل مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم هيجي ما عندوش رفاهية الوقت يعني ما عندوش فكرة انه يدرس ويقرر ويتفرج ويتابع ويختار ويشتغل ويحط بصمة ده هيجي متضر للنار هيجي يخش على 4 مطشاط في خلال اقل من 60 يوم ومطلوب منه طبعا يعني ما اعتقد اتحاد الكورة هدفه الاساسي انه يتصدر مجموعة انا مش بكلم تأهل دلوقتي انا بكلم خطوة اولى تتصدر مجموعتك والحقيقة كمان انه المنتخب يعاني يعني احنا المطشن اللي شفناهم وما اعتقدش ان في حد منصف ممكن يقول انه كابتن حسان بدري هو السبب الوحيد في حالة المعاناة دي لا فيه اسباب اسباب تانية كتير الكلام كمان على مين اللي يجي محلي ولا وطني مصري ولا نروح للاجنبي ونريح دماغنا ولو اجنبي ممكن يبقى امين ولو مصري ممكن يبقى امين والاهم من ده كله طب هيشتغل ازاي هنطرح ده كله مع حضراتكم وبنت اكيد كمان هنتكلم على فرقاتنا اللي ان شاء الله خلاص رسمي كده اول مباراة عندنا ان شاء الله طالع الجيش سوبر بطولة جديدة ان شاء الله تضاف لخزين ودولاب بطولات النادي الاهلي بشرفنا منهاردة كابتن عبدالله جلال واحد من النجوم طبعا النادي الاهلي مساء خير يا كابتن ننور الدنيا فترة صعبة الفترة الاخيرة المعاناة يمكن حسناها مش بس مع تصفيات كاس العالم لكن حتى على رغم النتائج او الاهداف اتحققت يعني كابتن حسان البدري وصل بالمنتخب بطولة امم افريقيا ونوعا ما نتائجه فيه التصفيات بتاعة كاس العالم مقبولة انك انت تكسب على ارضك وتتعادل برا ارضك من ناحية النتائج كويس لكن كان فيه شواهد كبيرة جدا ومواقف كتيرة جدا بتقول انه مرحلة كابتن حسان كانت كلها معاناة تتطافق مع وجهة النظر او لديك وجهة نظر مختلفة بص هو مش يعني هلا هي اتفاق ولا هي اختلاف هي القصة كلها برضو مش عايزين نتكلم الفترة اللي فاتت عايزين ان كان حصل لغة كبيرة ان فيه ناس مع كابتن حسان وفيه ناس او هو الاغلبية ضد كابتن حسان يعني هو ممكن يكون من ناحية الادارية هو ظلم نفسه بنفسه فترات اللي هو كان محتاج فيها ان هو يعمل تجمعات للمنتخب ويعمل حتى مشاركات دولية في حدود معينة هو اصر ان هو يدي راحة للعبة بتاعته دي حاجة الحاجة التانية خلينا نتكلم من النتائج زي ما حضرك قلت في تصفيات اللي هي المؤهلة لبطولة افريقيا هو نجح فيها بشكل كبير ولكن الناس دايما كان في الوقت ده بتنتقد الكابتن حسان ان انت الفرق كلها اللي معاك يعتبر مستوى مع احترام الكامل للمنتخبات اللي بت معاك في التصفيات بتاعت افريقيا او حتى المجموعة الحالية في تصفيات كاس العالم المستوى متدني لحد ما يعني انت المفروض كاسم منتخب مصر المفروض انت تكون راكب المجموعة من بدري يعني بلغة الكورو ان انت تكون راكب المجموعة من بدري لكن انت دخلت في في حوارتي يعني انت مسلا اول ماتشين في تصفيات المؤهلة اللي بتقوله امها افريقيا اه تعادلت مع كينيا على ملعبك وتعادلت مع جزء القمر هناك في في ملعبه فاصبح ان في كلام وفي كلام كتير محطوط على كابتن حسان البادري وعلى المنتخب بشكل عام في في التوقيت ده اي نضيف على كدا ان في الوقت ده كمان بتدخل على تصفيات كاس العالم المكنت ش انت محطوط في المصاف الدول الكبيرة وتصنيف الاول في افريقيا ان انت محطوط انت مش تصنيف اول في افريقيا لا انا بكلف ان انت ان انت في الوقت ده مرشح من ضمن الناس المرشحة ان انت تسعد في في على المجموعة بتاعتك او اراس المجموعة بتاعتك. اه تصدر مجموعة اه يعني ان مصر من العشرة الكبار اللي هيوصره نوكات. ماشي. اه اه. لكن لكن لما تيجي النهاردة تحط الخمس يعني. لا لا. الخمس لا لا لا. بنا على النتائج. اه. اه. بنا على النتائج. وعلى التصنيفات. اه. لا انت متأخر. انت في الوقت ده متأخر. اه. يعني اصد اقول ان في النهاية انت مدر او القائمين على الامور. مدركين انه فرصة مصر. فرصة مصر. في التقاهل لكاس العالم صعبة ومش سهلة. مش محسومة. مش محسومة. صحيح؟ وبالتالي ده مطلوب منه مجهود مضاعف. هو الفترة الاخيرة او النتائج الاخيرة. وبالذات المطش الاخير. اداءا ونتيجة خلتك انت كمسؤول لازم اعيد التفكير في الطريقة اللي انا بتعامل بها مع المنتخب البلدي. يعني على اساس ان انت دلوقتي انا بتتكلم انا مفروض. على الورق? على الورق. المجموعة بتاعتنا بنتكلم انها انا متصدر. فمتصدر ازاي? لازم اكسب برا وجوه. عشان اثبت ان انا اقدر اكون من ضمن العشرة اللي هم هيلعابوا في تصفات انهائية اللي هتوصل لكاس العالم. ده ما تحققش في المطش الاخير. وبناء على الاداء اللي حصل سواء في المطش انجولا. وتكملة اللي في مطش الجابون. انا كمسؤول لازم هقلق. بلغة الكرة كده هقلق. بعندي ايه? الامن ان انا لازم اكمل مع الجهاز ده. فبالطبيعي ان انا هبص على على جهاز جديد. طيب نيجي للديلامة اللي احنا عايشين فيها. وهنعيش فيها غالبا برضو معنا. يعني اعتقد انه الموضوع في 24 بالكتير 48 ساعة هيتم حسمه اه اه محلي ولا اه اجنابي. يعني انا بقوله حالكم النهاردة ممكن تسمعوا خبر او بكرة بالكتير قوي هيتم حسم الملف ده. الناس كتير جدا شايفة انه الفترة دي. المعطيب بتاعت المرحلة. اه دي الوقت انك انك انت عشان تروح تلعب ليبيا رايح جاي في اه في ستة وعشرة اعتقدت يعني لعب ستة اكتوبر وعشرة اكتوبر ليبيا رايح جاي. اه عشان تجيب مدير فني اه مفصول تماما عن المشهد ما يعرفش اه مين كويس مين وحش مين بيعمل ايه فين. اه ويجيت يلعب ماتشين زي دول كمان شهر. ما اعتقدش انها. اه بص انا انا اللي ملاحظه دلوقتي من ساعة خبر اقالة كابت حسان البدري. ايه. من تدريب المنتخب. لغاية اللحظة اللي همتكلم فيها في البرنامج اه بيكلموا او زي ما تقول كده حد يعني في الخاص بالمنظومة اه اه اتحاد الكورة او ايا كان المسؤول عن ال الاختيار المدير الفني. عبارة عن ايه اه انا بلونة برميها. ام. واللي هتجيب اعلى اعلى حاجة واعلى. انت سمعت بلونة ايه? يعني بلونة فينجادا. فيه بلونة فينجادا. معلش ما احترامل كامل كل الاسامل. ايه. اللي مطروحة دلوقتي على على الساحة. اه مستر فينجادا. كابتر حسام حسن. اه كابتر هاب جلال. اه وغيره. ايه. يعني كان فيه مدرب تاريبانا. فيه كلام على كوبر. يعني وفيه كوبر ان هم اه اه تواصلوا معاه. ايه. بس هو قال لهم انا مرتبط بعادة مع كونغود الديمقراطية. اه. وفيه ناس بدون مارتينيول. اه. فيه كلام على باتشيكو. والنهارده الصبح برضو بفتحة الفيسولة جريده ودخل في البتاع ويتمنى ان هو يضرب. هي بلونة. البلونة اكبر اللي هتتنفخ. وهتجيب ترند او هتجيب هاشتاج هي اللي احطها. لأ انا عايز اسيبك من البلالين. انا عايز اعرف انت شايف ايه الاصلح في الفترة دي. الاصلح اللي انت لازم تتعاقب على وجه السرعة. تمام. على وجه السرعة. بس ما نتكلمش في الاسماء المطروح مع كامل احترام الاسماء المطروحة. ام. لو انت هتتكلم في مصري خالص. لو انت هتكلم في مصري. اه. لازم يكون مدرب يحمل طابع الطابع المنتخب او كريزمة المنتخب او الروح العالية بتاعت المنتخب. ترجم يا كابتن عبدالله. مش عايز اتردق مساء عشان بس. لا لا ما ترجم. يعني لو هنتكلم كروح يعني معلش. انا نكلم احنا مسلا بتتكلم. انت عايز ايه بداية من من مدير فني المنتخب. يعني ايه المطروب من. عايز روح جديدة. عايز روح اس ابس روح جديدة. للعابة المنتخب. روح الوطنية بالمقام الاول. اللي هي كانت موجودة في الكابتن جهر يا الله ارحمه. ايه. وكانت موجودة في الثلاث اه مناسبات بتوقع كابتن حسن شهاتها. تمام. ازاي حطها بقى في اللاعبة دي? لازم لا مدير فني. طبق انت كده اخدتنا للمصر. يعني انه بتهالي في حتة الروح وال والوطنية والعامل النفسي اللي. انا بتكلم اهو مدير فني محلي. اه اه اه. مدير فني محلي يا زعمل. تمام. يعني لو انت بتتكلم في مدير فني محلي. مسلا ممكن انا بقول لك لو انت بتتكلم بالشخصية اللي انا بتكلمك عليها. ممكن كابتن حسن حسن. ممكن تروح. جماهيريا يعني جماهيريا انا ان كان ليا ان انا ترجم جماهيريا اعتقد انه اه جمهور الكرة في مصر مش شايف غير حسن حسن. اه. وورا منه كابتن ايهاب جلال. اه ممكن. بس انا برشحش معلش ما احترام الكابتن ايهاب جلال برضو. لان برضو انت هتكلم سيفيهات. لو هتتكلم سيفيهات. فانت مش هتكلم على مدربيننا وطنيين. لان اللي موجود دلوقتي كسيفيهات. يعني يمكن اعلى حد ممكن يكون شارك على المستوى. او عمل حاجة سيفيه كويس. يمكن كابتن حسن حسن. مش قصة انا مش جاي هنا. اشان اقول لك. لعيبت منتخباتها كابتن عبدالله. لعيبت منتخباتها الحمد لله. لعيبت كرة جواه المنتخب. وكل لعيبت كرة جواه المنتخب نجم. يعني اذا كانت لعيبت الاهلي والزمالك. واندية زي مثلا. عندهم الاحساس بان هم نجوم. طبيعي جدا. ما يبقى فيه توليفة منتخب. هيبع عندك لو قايمة 30. يبع عندك 30 سوبرستار. هكيب. التلاتين سوبرستار اللي رايحين جواه المنتخب دول. عايزين ايه او بصين ازاي للمدير الفني المنتخب. هو دايما دايما. ويمكن مثلا انا امكن بقولها على طول. المكانش مدير الفني دايما مقنع للعيبة اللي عنده. مش لازم التلاتين اللعيب. عالقلم التلاتين اللعيب دول بتتكلم في اللي هما العشرين اللعيب اللي هما في الصورة. تمام. اللي ممكن اعتمد عليهم بشكل كبير جدا. سواء في بطولات او في مطشات دولية مهمة توصلني للبطولات. المكانش انا كمدير فني اقنع اللعب بتاعي بالفكر بتاعي. سواء برا الملعب او جوه الملعب. اللعب بتاعي مش هينفز. اللعب بتاعي مش هيلتفت ليا. والاقناع هنا جاي من حاجة بسيطة. ممكن تحصل من لعيب الكورة جوه الملعب. الا وهي ان المدير الفني بتاعي وهو واقف على الخط. او ايا كان من الجهاز الفني مدي الصلاحيين هو ادي التعليمات اللي بعيد. اول ما بينده علي جوه الملعب من غير ما اللي تفت له اعرف ان الندى بتاعه بتاعه بتاع المدير الفني او المدارب اللي واقف على الخط ده بخصوص ايه? تعنيف? ولا عشان بيديني تعليمات ولا بيلفت نظري لحاجة معينة. او ممكن بيلفت نظري لحطة التقاعص مني او تخزل مني عشان بيصح جواي الحطة اللي هي النفسية اللي بيلعب عليها. وغالبا لو انا مدير فني قدر تلعب على الحطة النفسية دي. هقدر اوصله لابعد مدى ان هو يطور مستواه. يعني فيه لعيبة بتطور مستواها. وبترتاح نفسيا مع المنتخبات. لكن ما بتقديش كويس مع الاندية. والعكس. ودي هي جاية هنا من حطة ان اللاعب بتاعي مقتنع. في حطة ان انا بقى مرتاح نفسيا مع المدير الفني بتاع المنتخب. ممكن يكون مرتاح نفسيا كمان مع منتخب بلده بالعموم. حطة الوطنية عنده او الدافع الوطني لعلى درجاتها فبيعرف يطلع كل اللي ايه? كل اللي عنده. احنا نتكلم على مدير فني اه محلي فانا بقولك الارجح كسفي مثلا موجود دلوقت على الساحة. كابتن حسام حسن. ممكن ترتب بعدي اي حد انت ممكن حتى ايه طوات الاسماء. ليه? لان انا بتكلم. انا ككابتن حسام حسن الفترة الاخيرة نجح مع نادي المصري. ان هو يوصل لابعد مدى في بطولة افريقيا. اللي انا بلعب فيها وبالعب في المنافسات بتاعتها. وهوصل عن طريقها كاس العالم. اي. فممكن ارشح ان انا كابتن حسام حسن هو يوصل لانه وصل مع المصري الابعد مدى. ولعب في بطولات افريقيا زي الكونفدرالية كده. وصل لدور قبل النهائي. وما حلفوش الحظ. فعنده الخلفية. بجانب ان هو الروح بتاعه. ايام كان لعيب مع مع كابتن جوهري الله يرحمه. كان عنده دفعية بشكل عالي جدا. هو لعب جوهري ولعب حسن شحيت على فكرة. اه ولعب كابتن حسن شحيت. بس انا بكلم الفترة بتاعت الكابتن جوهري بالذات كانت الاميز لكابتن حسن. طبعا. من بداياته لانهيات. من بداياته لانهيات. يعني من من كاس عالم تسعين لبوركينا فاسو تمانية وتسعين اعتقد. اما لو انت بتتكلم بقى ان انت عايز تجيب مدير فن محلي. يكون عارف بواطن الامور بتاعت اللعبة المصرية. وتتديره كل الصلاحيات. انت ممكن تتكلم مسلا او عايز عندك مشروع. طيب. لقدامي بكابتن هاب جلال بقى من بعده. طيب خليني اكمل في النفس النقطة دي. وفكرة كمان السنة برضو يعني هي مش بلالين اسمها بس. ده في بلالين تانية من النوع تاني. في بلالين بتقول لك انه يجي يلعب مطشين ليبيا. لغاية لما نفكر هنعمل ايه او مين يجي يكمل مشوار. فييجي حد مرحلة ما قاتل ماشي. هم هم بيكلموا في ان الاقرب. اه. عايزين يمشوا نفسهم. باي مدير فني. وخلينا اتكلم فان هما بيطرحوا اسمه. احنا كده في اه عبر ما نوصل انساء الله لو تأهلنا لو تأهلنا كاس عالم هيكون في خمس ست مديرين فنين شاركوا في المسوار. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على الاحتمالات كمان مدير فني اجنبي لانه في اسماء منطروحة. وفي اسماء يعني خلينا نقول له حضراتكم في اسماء تم التواصل معها. وقال كنت بتكلم على صعوبة ده. صعوبة ده من حس التوقيت لانه اغلب المديرين الفنيين النهاردة المحترمين او الشغالين او اللي تقدر تديهم مسئولية مشوار زي كاس عالم شغالين بالفعل. فهتلجأ اليمين. والجزء التاني هيجي يعمل ايه? وهو برضو يعني احنا ما انت ممكن تجيب اعظم اسم في الدنيا. يعني انت النهاردة لو جبت جوارديولا ولا مورينيو مثلا. مثلا يعني وده حلمة طبعا مش هيحصل. هيجي يعمل ايه في الشهرين دول? هيجي يشتغل ازاي? عنده الوقت? عنده الامكانيات. يقدر يبص ويتفرج. خلينا نتكلم اكتر بالتفصيل مع كابتن عبدالله في السادسة. بس بعد فصل سريع ونرجع على حضراتكم. طيب بصراحة كده يعني كابتن عبدالله جاب لنا من الاخر هو شايف انه اذا كان مدرب وطني يبقى الاجدر حسام حسن. يعني اتفق في الموضوع. انت عارف انه ده فيه اجماع من جمهير الكرة عليه. ومش عارف يعني لو اتحاد الكرة مثلا ارتقع عكس ده او شايف انه المصلحة انه ما يكونش اساسا مدرب وطني. يبقى مدرب اجنبي. حالة التصادم مع الجماهير دي ممكن تكون نتجتها ايه? لكن خلينا روح للسيناريو التاني. طيب. اسمعنا حتى الاسماء المديرين الفنيين. الاجنبيين المطروحة كلهم كانوا موجود يعني كانوا موجودين قبل كده. هكتور كوبر كان موجود قبل كده. باتشيكو طبع ما كانش مع المنتخب بس كان موجود قبل كده. فينجادة هو المستشار الفني وكان موجود قبل كده. حتى الاسماء اللي طرحت ما فيهاش حد ممكن تقول انه رهان جديد او فكرة جديدة او رؤية جديدة او حد عنده امكانيات احنا كلهم شفناهم. يعني ما شفناش حد عمل حاجة عظيمة قبل. هو القصة كلها برضو يعني اه لو انت تتكلم برضو بفكرة برا الصندوق او حد مسلا يكون ندرب في الدورة المصري. اي. ايا كان الاسم المطروح. فدايما مع المدير اي مدير فن اجنبي ما تركز على المدير الفني نفسه. ركز على الجهاز اللي معاها. اه. دايما انا بقول النقطة دي. اي. ركز دايما على الجهاز اللي معاها. لاني اه العين. واسيبه هو? لا مش هاسيبه هو. طب هاجيبه ليه? بس انا لا بكلمك بركز على المعاها ليه? اه. لاني اه الاختيارات دايما بيتدخل فيها بنسبة كبيرة اللي مع المدير الفني. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية خلينا اتكلم ايام جهاز ميستر كوبر برضو. المشاكل اللي كان بتحصل او كان بتتسوق ساعتها ما مثلا قصة حسام غالي او كابت حسام غالي مع كان داخل فيها قصة اهل وزمالك. اه. فالركة عليها كان دايما في الاختيارات ساعتها بتتكلم. اصداء راح عشان خطر. وفي اهل وزمالك جهاز متخب يا كابتان عبدالله? والله كان بتحصل. كانت بتحصل. يعني كان بتحصل. اه. من اللعيبة. يعني. ولا بتحصل من الاتنين. يعني مساعد من الاتنين. يعني الاغلب بتبقى من الاتنين. ليه? اه. انا كمدير فني معايا مسلا اه مدرب زمالكاوي او مدرب اهلاوي. فهتلاقي مسلا اغلب اللي هم بتاع الفريق المنفس بتاعه اللعيبة بتاعه بتاعته تقولها كيه. والله انت جاء عشان خطر اهيه المدير ده او المدرب ده اهلاوي. اه. انت بتلعب. العقلية دي موجودة جوه المنطقة. العقلية دي موجودة. يعني الواحد شافها بانف المنتخبات سبقى الناشئين او او شباب. ببعدها جاي عشان خطر اه الاهلي. ده جاي اصطيواخد مسلا عشرة لعيبة من الاهلي. اه عشان خطر المدير الفني من من الاهلي. ودي حصد يعني. يعني اغلبها كانت معايا في منتخب الناشئين كان مدير الفني كابت الخارج الله وكان حصل وشكله بسبب كده يعني. هو الراجل يعني ليه الفضل علينا يعني كلنا يعني. واحد من افضل مدربين الحقيقة. اه من افضل عنده خبرة وعنده مشوار محترم ورجل. يعني تلير الفضل بعد ربنا صحيح تعالى في قصة المنتخبات دي. انا اتمنى اشوف احد زي كابتن خارج جدالة مع منتخبات مصر. يعني من الناس اللي بتعرف تشتغل منتخباته. بتعرف تدي روح للعيب المنتخب. اه. وشغل فني على اعلى مستوى استخدام. ايه. وانت ممكن تحط مع الاسئلة كلها بنسألها ليه حد اسم وقيمة ومشوار وامكانيات ومقاومات زي خارج جدالة انتبقاش موجودة مع منتخب مصر. ده سؤال طبيعي جدا ومشروع جدا ومطروح جدا على فكرة. فهنرجع لما رجعنا ان القصة ان المدير الفاني يكون موجود معاه لازم دايما مدور على حد اللي يعلم يعني حيثة المصلحة الوطنية او المصلحة بتاعة المنتخب. مم. قبل اي حاجة قبل اي اهل وزمالك. فدي لازم تدور عليها. دي ممكن يعني لازم تدور على كويس. مدير فاني اجنبي. يقدر يعمل حاجة دلوقتي يعني تكلم على الوقت بقى. يقدر بس تتديره المساحة. اه لان انت بقى خلينا التكلم احنا دلوقتي هو لسه الجدوى المحطوط دلوقتي. ام تتكلم في يوم واحد وعشرين. ايه. باتكلم في الصوبر يوم واحد وعشرين. كمسا وب عشرين كمسا وب عشرينستاشر تسعة وعشرين تمانية. لغاية ما هتبدأ الدور يوم خمسة عشرين. اه. طب انت انه مدير في النا سي buenas pentframes بتاعkil Bill الاولاني. ايه. مسلا بتمانية واربئين ساعة او اتنين وصبعين ساعة هيدري اعمل حاجة. اه. هو حتى لو جيه. واتفرج. هيتفرج على عناصر. ايه. يعني مالوش تازمة. يعني انا متفع. يعني مديل فني اجنابي الوقتي. لو تهتتكلم خلق معلش. لا ليس له فائدة اه واضحة ومباشرة. هيجي مش هيعمل حاجة. مش هيعمل حاجة. هنجيب اس بس مش هيعمل حاجة. انت بالعكس انت هتلاقي الموجة عالية اكتر. اه. يعني هتلاقي الموجة والانتقادات زادت اكتر. من اه من قصة انت شلت الكابتن حسام البتري. اه. بتجيبني بتصدر هتصدر نفسك الازمات. بس انا مدير فني معلش. انا مدير فني هيقبل ان هو يشتغل بشكل مؤقت. ده اللي انا بكلامك فيه. ان انت اللي هيجي لازم يكون. رنجادة ممكن يقبل ان هو يشتغل بشكل مؤقت. ممكن يقبل. اه. ممكن يقبل. اه. بس هل الفكر هل بتاع ميستر فنجادة في خلال ان هو مسلا معلش. انا يعني اه بسريعا كده. كان في وقت من الاوقات من فترة قريبة. الهلال اه السعودي كان بيدور عمدير فني بديل المدير الفني الابل ده يعني على ايه. فكانوا طرحوا فكرة ان كابت سام الجابر هو ليجي يمسك مدير فني. رد عليهم في تويتا صغيرة. قالوا هم نادي الهلال ده نادي كبير. انا بقالي تلات سنين قاعد في البيت بمعنى اصلاح انا قاعد في التكيف ومريح. نادي الهلال نادي كبير فمحتاج ان حد يكون فيه استمرارية في حتة ايه? اه. التدريب. فقصة التدريب برضو زي احنا لسه بنتكلم ومن وقت قريب كان كابت عدل مصطفى في قناة النادي الاهل هنا. كان بيتكلم حتة ان التدريب دي ما تقدرش ان انت تقعد فترة طويلة ما تحاولش ان انت تطول في حتة اقادة البيت دي لان برضو دي لازم استمرارية. زي السواء وزي اي حاجة لازم فيها استمرارية. لو انت عادت في البيت انت بيتكلم في اربع سنين عادت في البيت فالفكر بتاعك داخل في قصة تانية بس. ايه. وفي ان جده يمكن اخر حاجة اشتغلها في مصر كت منتخب اوليمبي اتذكر الفين واربعا. انت بتتكلم في الفين وتمانية اه. انا كنت معاه في الفين وتمانية. الفين وتمانية. حتى اللي معاه دلوقتي حاليا هو مستر ارنولد او ارنالد وحاجة زي كده. كان هو برضو مجرم العام معاه. هو الفين وتمانية كان راحل اردو متهالكة انا عبدالله. الفين وتمانية اه ما سعدناش كنا مسعدناش اوليمبيات. ايه. ايه. خسرنا من كودفور هناك في كودفور اتنين واحد تقريبا. وخسرنا بالمجموع المطشين. المطشين. وفي كلام انه احتمال مستر فينجي ده اول اللي يرشح. يعني عملية الاختيار تبقى تبقى لرؤية مستر فينجي ده. او هو هو هيمسك مؤقت المطشين بتاع ليبيا. واعدي بيهم. وبعد كده يكون يتحاد الكورة. مجهز سيناريو او مشروع ان هو اتعاقد مع مدير فني. يشيل الليلة بقى لغاية ما يسعد ان شاء الله. يكسر عالم بقى. وفيما بعد البطولات التانية ده بقى حاجة كويش. طيب اقفل المنتخب بس بس سؤال عن لعابة المنتخب. لانا كنت بقول في المقدمة اه كابتن حسين بدل يتحمل مسئولات. يعني تراجع اداء منتخب مصر او الصورة الباهتة لمنتخب مصر اللي ظهرت سواء في تصفيات افريقيا او تصفيات كاس عالم. لكنه بالتأكيد ما يتحملش المسئولات لوحده. وهنا سؤالي عن اللعيب. اه مروا موسمين صعبين جدا وخصوصا لعابة النادي الاهلي. لكن هل شايف ان القماشة اللي موجودة مع كابتن حسين تتحمل جزء اسماء اللعيبة اللي موجودة تتحمل جزء عن الصورة اللي ظهر بها المنتخب في مشوار التصفيات كاس عالم وامم افريقيا. اللي موجودة دي كويسة جدا. انت بتتكلم في افضل عشرين ولا ثلاثين لعيب موجودة في مصر. اه. يعني حتى انت مثلا لما حصل الاصابة بتاعت اه اكرم توفيق رمضان صبحي. انت استدعيت برضو اتنين لعيبة بلعابه اه في في بيروميدز. فمشاركين الموسمين اللي اللي فاتوا في كونفدرالية. يعني مشاركين في المنشاط افريقية عالية. ده دول اللي حتح بيدا كانوا علامة تستفهم كبيرة جدا في المعشة عبدالله. انت مستدعيهم القصة كلها ان انت بص هو ده الدروب او الدروبات اللي احنا يعني كالتحاد كورة. ام. او كابتل حسام البدري واقع نفسه فيها. ان انت واخد عشرين لعيب. افضل عشرين لعيب لكن مش مش حطت في الدماء انه ممكن يحصل السيناريوهات. اي. دي حتة بقى ايه? التركيز اللي انت مسلا او لازم تكون مستعدله كمدير فني او كجهاز فني للسيناريو ممكن يحصل معاك. يعني انت مسلا اخد معاك عشرين لعيب او خمس عشرين لعيب. واع منك الباكرايت او او المركز الاساسي بتاعك. خلاص. اه فين البديل بتاعه? على الاقل لازم يكون البديل بتاعه جوه المنتخب. لكن ما جيبش واحد زي ما بقوله كده كان في شرم الشيخ بتفسح وهو. واجه لعبه في ماتشا. طيب. اقفل صفحة المنتخب. يعني كنت فيه. انا اتمنى الحقيقة يعني ان كان ليه ان اقول رأيي شخصي. اتمنى ان يبقى مدير فني وطني. يعني شايف انه هيكون عنده القدرة اكتر على ان يقيم لعبته. شوف مستواهم. عارف طريقتهم وعارف امكانياتهم. فيبقى سهل توظفهم. حتى تروح لتكلم عليها كابتن عبد الله. مهمة جدا مع المصريين. وبشوف انها حتى لو على المستوى الفني والبدني فيه ممكن يبقى تراجع الناحية النفسية مع اللعب المصري. بتفرق كتير جدا. ونبص بتاريخنا. يعني نبص انجازاتنا اللي حققناها. هتلاقي انه كابتن جهري الله يرحمه. كابتن حسن شحاية ربنا يديله طول طول عمر. هم دول النقاط المضيئة في تاريخ المنتخبات المصري. طيب. نروح للاهلي بقى شوية. خليني احاس مع رأيك. طبعا في مسم آآ آآ على واشك الانطلاق. هيبتدي بوراة طلاع الجيش. آآ آآ بتدي بالصفقات. رأيك صفقات النادي الاهلي. وما تبقاش دبلوماسي. عايز انت كالعيب كورة في اسماء معينة انت بستنيها السنة جاية مع النادي الاهلي. مستني منها حاجة معينة. مستني منها آآ يعني هما نمرة واحد واثنين وتلاتة بالنسبة لك. بص. فنيا. هما كلهم احايا. كلهم كويسين جدا. طبعا. طبعا. يعني انا عايز اقول لك ان بهني لجنة التخطيط او بهني المسؤولين في ادارة النادي الاهلي على الصفقات دي كلها. اتمنى اتمنى ان هما يكون عند حسن الظن لجمهير النادي الاهلي اللي مستني منهم كتير. دي حاجة. الحاجة التانية المستوى الفني انا بتكلم حتى فنيا. خلينا اتكلم في في اتنين انا مستني منهم. كتير. كتير جدا. برستاو ومكسوماني. اه. ليه? دول يعني يعني يمكن اه اه انا ده رأيي شخصي. او الفن الشخصي. النادي الاهلي كان مفتقد كتير في حتة ان انت يبقى عندك وين جين اشتغلوا فردي. اشتغلوا فردي كتير. تجيلهم الكورة اسحب الفرقة بتاعتي واشتغل فردي. يعني دول ممكن مميزين جدا في في الحتة. وتاو انا تفرجت عليه في اه في مطش جنوب افريقيا. يعني الراجل الحقيقة انا كنتم تخيل انه ابعد من كده. يعني حتى كنا لسه بنقول لكم في السادسة انه مثل المسلماني تحديدا لسوني وتاو حاطت برنامج اعداد وتأهيل لهم عشان يرجعوا فرما لانهما بقالهم كتير يعني ما بيلعبوش. لكن مشاركة تاو مع منتخب جنوب افريقيا بتقول انه مش بعيد. لا ده قريب جدا. وكويس وحتى يجيب اه اه افرص الهدف. دول اللي انا مستاني منهم. انا مش تقليلا من من اي حد بيلعف المركز بتاعتهم. اه الناس تعبت واكتهدت وعملت اللي عليها. ولكن كان اللعب كلاسيكي اللعب اعتحد. لعب روتيني يعني يمكن مسلا تسعين في المية. مسلا ممكن نقول تمانين في المية. من رتم الماتش. كلاسيكي او روتيني. وممكن اعشرين في المية. لا انا عايز اعكس. يعني كان كان في ميزة في الكابتن بركات ايام ما كنا بنلعب معه الحمد اللي في الجيل الزهبي. كان عنده ميزة حلوة قوي. ممكن زي ما اقول كده. كلاسيكي بس في الكورل بيشغل مخه قوي. اللي هو ممكن اسحب الفرقة بتاعتي لابعد مدى في الملعب بتاع الخص. واقف ما اعملش اي حاجة بحيس ان الفرقة بتاعتي تطلع وتاخد نفسها. وابدأ اعلاب واشتغل التكتيكي الاقل عليه المدير الفني. دي اللي كان نفسي اشوفها في اللعاب اللي كان بتلعب في الاماكن دي. ما مكان اه مكان اه حسين الشيحات مثلا او طار معه طار. كان نفسي مرضو في الوقت اللي يكون فيه اجهاد للعابة اه بتاعة الفريق. اضغط كان لازم اشوف في العقل المدبر زي ما بقوله كده او البديل زي ما بقوله كده كان في الوقت ده كان زي احسام غالي. ام. تعرف تتحكم في رتم الماتش. في بصات كده مميزة. فيه اللي هو مسلا عشر عشرين باص كده مميز. اتعب الفرق اللي قدامي. دايما كان فيه حاجة برضو معلاش سريعا عشان ما طولش. كان عشان بدري فيه حتة كده ويمكن احنا برضو بنسمعها برضو حتى كان المنتخب بيعملها. او بيقولها. كان يفعل الخط واللقبة كان بتذهب منها من كتر ما هو بيندهب بيها. باص 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 باص. خلي الكرة هي اللي ايه? هي اللي تمشي. التاميرات الكتير حتى وانت مجهد انت متتعبش فيها. بس هي دي كانت ناقصة وانا اتمنى ان من الصفقات الجديدة اشوفها بمستوى اعلى من اللي انا شفته حتى مع مع المنتخبات. واعلى من اللي احنا شفناه حتى في الفيديوهات بتاعته. اخر الصفقات مصطفى البدري. مصطفى البدري. هو من قطاع الناشئين. ايه. انا يعني لوحد يعني بيذكر الناس اللي زي كده ان هو يكون ليه انتماؤه الخالص. ايه. للنادي الاهلي. بعد عن الاحترافية. يعني الاحترافية هو انا يعني من الناس الكويسة اللي طبقت الاحترافية بشكل كبير. هو الاهلي بصص له على انه اه اه صفقة مستقبل. اكيد. وزي كتير من الصفقات يعني 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 من الصفقات اللي الاهلي بص لها برضو نفس النظرة دي اه لعيب زي عمار. لعيب زي محمد شريف. لعيب زي احمد عبدالقادر. والنهار دا الاهلي. الاهلي بيستثمر استثمار رياضي استثمار رياضي احترافي كويس جدا. يعني قصة زي ما حضرتك قلت كده عمار حمدي واحمد عبدالقادر وادي كمان مصطفى البدري. دي حاجة كويسة. واللي انت طلعته كمان شادي ردوان وفهد جمعة. كل ده اسمه استثمار رياضي. مم. مش لازم استثمار رياضي دايما تبقى حتة بيع وشرة. لأ زي انا مسلا دلوقتي مش عايزة 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 اشبه تشبيه كويس برضو. آآ عندي مزرعة سمك. هربي فيها نوع معين. لغاية ما يوصل عندي سن معين هاخده. يا اما هبيعه يا اما انا هستفد بيه لي انا. اي. فهي حتة الاستثمار جاية من كده. انا الاهلي عنده مشاريع كتير زي مصطفى البدري وفهد جمعة وشادي ردوان واللعابة المميزة مصطفى شغير برضو. في احمد سيد غريب تقريبا برضو. في احمد سيد غريب برضو. قصة ومحطوط قايم برضو. محطوط قايم. وفي تقريبا فيه تنين اللعيبة تقريبا على ما تذكر يعني. اتفرجت على فهد. اتفرجت على فهد تقريبا. ايه. كان قدام البلاستيك او مصر التأمي حاجزة كان لعب كويس. لعب كويس. صراحة يعني. وفيه لعب برضو. وكان مفروض ان هو طالع مع الثلاثة بتاع الشيك بس يعني. يعني لأزباب كتير. اه. بس هو مطلوب من اندية في مصر هنا. انا بكلمك في انت الاستثمار ده في حد ذاته. انا ببني فيما بعد. ايه. باختصر على نفسي. يعني زي ما بقوله كده. اقتصاديا. وفنيا. وفنيا بقى. ايه. يعني دلوقتي ربيت اللعيبة بتاعتي من سن صغير. هتكتسب خبرات. في وقت قليل. وهتعلى على المستوى البدني برضو. والاحتكاك. في وقت قليل سنة سنتين تلاتة زي احمد عبدالقادر كده. وزي عمار حمدي. هيعلى. زي احمد شريف. انا بقى اختار احتياجاتي ايه? وارجع. فهي قصة في كده دي بتأثر علي في ان انا بعد كده لما اجيب الصفقات اللي هي العالية اقول اللي ادفع فيها الفلوس. بفعلا ابدأ دافع فيها فلوس. لا هي الحقيقة موضوع ما كسبه كتير جدا على كل الاطراف كلها. سواء لللاعب اللي بدل ما يعد وبيبقى بيدور على فرصة وتبقى مشاركاته قليلة عنده فرصة انه يشارك ويتاور من نفسه للنادي اللي بيستفيد من موهبة ويعني مادة خام للعيب كويس. فيضموا لصفوفه. والاهلي اللي بيجهز عناصر تنفعه في المستقبل. وبرضه مفيش منع من ان يبقى ناحية اقتصادية تستفيد مادية. واتحسن بعلاقاتك بالاندية الممكن في يوم من الايام تبقى محتاجة ان كنت تتعمل معهم صفقات. الموسم الاخير ده تقريبا تقريبا يعني تتكلم سبعين جول في الدوري. وبتتكلم تقريبا على الاكتر من تلاتين جول في بقى البطولات. فبتتكلم على موسم الاهلي حط في ميت جول. ويعتبر الفريق الاقوى هجوميا على مستوى قارة افريقيا. يعني بتشوف ارقامه في دوري ابطال هو اقوى فريق هجوميا. ولما بتشوف ارقامه في الدوري المحلي هو اقوى فريق هجوميا. ومع ذلك يعني هي كل الصفقات. انا كنتقول لك تسعين في المائة. كل الصفقات اللي يعني بيستثناء كريم فؤاد شوية. مع انه اللاعب انا بشوف عنده قدرات هجومية كواسة جدا. بس يعني بيستثناء كريم فؤاد كلها صفقات هجومية وكايدنا الاهلي يعني داخل هجوم كاسح. لاي القصة كلها خلي بالك. هاي بقدر بنعر انت بتتكلم. انت بتتكلم في حات دي في قط اللبس كمان. دي خلي بالك اه مش مش قصة قط اللبس. اه بص على فكرة الروح التنفسية دي مطلوبة. اي. اي فريق بطل اي فريق بطل. لازم يبقى عنده الروح التنفسية دي. خلينا ندي مسلا ببرة شوية. باريس سان جرمان. جايب مين السنة دي. يعني هتلاقي في كل مركز. فيه اتنين واتنين تقال. اي. يعني مسلا بتتكلم مسلا في اه في الحراس المرمى. اه دون روما. اه. عندك في سان جراموس. اه. اما ماركينيوس. اه. ادي ثلاثة هم اللي اتنين فيهم بس هلعبوا. اي. واحد فيهم هيقعد. اي. عندك مسلا في نص الملعب كتير. اي. يعني اه فيه لعبة شابة طالعة. المدير فيه نفسه يديها فرصتها. وبتلعب على ناس كبيرة. اي. عندك اه المربع اللي قدام. عندك اكارديو وميسي. وبالتالي احنا خلينا نرجع في مرجوعنا النادي الاهلي. ان انت التنافسية دي في حد ذاتها. دي حاجة كويسة مش حاجة. طبعا طبعا طبعا. اكيد. الاهلي الحمد لله عنده منظومة. الكل بيمشي عليها. ما عندناش قضة لبس الوقت بيحصل فيها التناحر. وده بيكلم على ده. لا لا بالعكس. انا شاف انه الصفاخات دي مش بس هتفيد الفرقة وهتفيد ميسر المسلماني موديل الفن. لكن هتفيد السكوات بتاعت الاهلي. انه بالتأكيد انت لما يكون جنبك بي نفسك في نفس المركز العيب من العيارة يقيل. ده هيخليك هيسلم في التقاطك. انت هيسلم في التنافس في التمرين. طيب. كابتان عبدالله ناخدك كده شوية لقطات وصور كده ونشوف بتفكرك بايه ونسمع تعليقك عليه. يابان دي 2006 دي طبعا مركز العيارة. لكاس عالم برونزيا الاولى في تاريخ الاهلي. برونزيا الاولى في تاريخ الاهلي. ذكراتك ايه كابتان عبدالله عن اول مشاركة اول ميدالية حقاها لالف كاس العيارة. يعني هو ذكراتي زي ما قلت الحلقة اللي فاتت. كانت اول اول يعني مقابلة ليا بشكل فعلي مع كابت الخطيب. وتمرنت معها تمرينة كويسة جدا. طبعا انا حكيت كواليسة يعني. دي الحاجة التانية ختمت مع انا الحمد لله بحاجة كويسة. حققنا مركز تالت في البطولة دي. بالرغم احنا المباراة اللي قابلها كونا بالعب انترناسونالي البرازيلي. ايه. ومستر مانو الجوزي كان نفسه ان احنا نكسب الفرقة دي حتى يعني كان على لسانه. كان على لسانه حاجة واحدة بس. صدق ان انت ممكن توصل. صدق ان انت لعيب زيك زي اللعيب اللي بيلعب قدامك. الاهلي السنة دي قادر يروح لابعد من البرونزية? اه. ممكن? لو حقق. لو حقق البطولة بازن الله بازن الله بازن الله. انا بقول لك الاهلي هيوصل لابعد من البرونزية ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. طيب نروح للسورة التانية. دي منتخب الماشيين. منتخب الشباب. منتخب الشباب عبدالله سعيد محمود سمير رحمد مجدي. علاء كمال. اه حمادة مجدي. محمد محمود ننو. وليد فيصل. لسه في تواصل يا كابتان عبد الله. انا اتواصل على بعض من بعض اللعيبة. اه. يعني شوية علاء كمال. احمد مجدي. اه محمد محمود ننو. لسه مكلمون قريب الاسبوع. يعني بغيب كده بكلم. كشر ليه كده يا كابتان عبد الله. انا دايما عطول في الرسم اه. دايما اه. في اي 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 حاجة فيها جديات. يعني انا تركيزي كده في المنشورة. اهي. ملوح بالسورة اللي بعدها. غير. ده برضو كنا مع دكتور محمد على الله يرحمه. كنا قبل سفريت اه اسبانيا. راجل ده ما قادش حقه على فكرة دكتور محمد علي. يعني هو ما يعني الله يرحمه يعني اه. في اخر ايامه كان مصر جدا ان هو يسافر معنا. كنا في تصفيات بطولة افريقيا. من الشباب. وكنا راحين لعب زامبيا هناك في زامبيا. وهو كان راجع من عملية اه كان راجع من المانيا ورجع لنا واثر مخصوصا ان هو يسافر معنا. يطلع معنا. وكان اصلا ده كثرة منعه من مزاولة النشاط. اي. بس هو برضو اثر ويعني حصل ظروف ان احنا اتغلبنا في الماتش ده. اي. واحنا راجعين بقى بدأ يتعب جدا في في المطار درجة ان احنا والمدلك والدكتور كنا بنسنده وجامد بقى واحنا طلعين. الله يرحمه. الله يرحمه يعني. طيب نروح للسرعة تانية. دي بتورة افريقيا. اه جابت حسام اه. حسام كان عايز الكاس مش عايز خلي حد تصور به يعني. دون يتكذب شادي طبعا احمد السيد. خدنا ناكف الصفاقس يعني وطفوا النور زي ما انتم شايفين ورا كده. طبعا ما هيسيبوكوا النور من اوار. غير بقى الضرب والازاز اللي حصل اه. وقت ال الهدف نفسه وغير التوليس اللي قبل الماطش. اه اه ادك يا سالت. اzeي او اه اعز او لاك نفس السيناريو اللي حصل اه في ماطش الترجى ل الاهل خسر فيه. اي. آيه. اه. ما هو هو نفس السيناريو اللي حصل معنا. مع الصفاقس. اه في الصفاقس. اه. قبل الماطش اتضرب علينا برضو توب. وبعد الماتش ضرب أنا عايز أقول لك توب أدى كده نفس الحجم ده كده على الإزاز بتاع أبو تريكا والحمد لله أنه يعني تعور تعورة خفيفة يعني في الوقت ده وحصل يعني الحمد لله عدت على خير يعني كنا كسبانين الحمد لله يعني أنا دفاع فإن استهل يعني عدت هم أدعوا السيناريوم عشان محمد قبل الماتش دورت الدنيا كابتان عبدالله نشكرك شفر انجزين على وجودك معنا نشكر حضراتكم طبعا على متابعتنا النهاردة ونتقابل إن شاء الله بقى هنقابلكم بداية مع بداية أسبوع جديد بقى تحياتي لكل الأهلوية ونشوف حضراتكم على خير إن شاء الله بإذن الله بشكر حضراتكم مع المتابعة ونتقابل مع بداية الأسبوع اللي جاي